ليبيا أمام تحدي جديد لجمع الفرقاء بعد أن كشف عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن الأطراف الليبية تمكنت للمرة الأولى من التوصل إلى شبه توافق حول مسارات المصالحة الوطنية. تصريح الكوني الذي خص به وكالة الأنباء الجزائرية قال فيه كذلك إن مشروع المصالحة يسير بخطا ثابت من خلال الخطوات المنجزة في الأشهر الماضية منذ إطلاق العمل به. ومنوها بالجهود التي تبذلها الجزائر لمد يدها للليبيين وتحقيق التوافق. هذا المسار حسب الكوني يقوم على ضرورة تسوية الأزمة من خلال الليبيين أنفسهم. يلمح الكوني هنا إلى ضرورة تطبيقه بعيدا عن التدخلات الخارجية التي عقدت الوضع الداخلية منذ اندلاع الأزمة سنة 2011 وهو ما يجمع عليه غالبية الليبيين. هذا التوجه يعززه تصريح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قبل أسبوعين حيث قال إن التدخل الخارجية السلبية لم يمنح الفرصة لوحدة الليبيين. ولازال يعيق التقدم السياسي في ليبيا. تصريحات تعني أن وضع حد لهذه التدخلات سيكون أبرز وأهم حاجز يجب أن يتجاوزه الليبيون. تحدي يبدو صعبا لكنه ليس مستحيلا خصوصا في المرحلة الحالية والقادمة فإن كان لتدخلات القوى الدولية والإقليمية طوال العقد الماضي أثر سلبي على الداخل الليبي فإن هذه القوى تشهد حاليا تحولات هامة واختلالات عميقة في ميزان قوتها قد تكون في صالح الليبيين وفرصة لا يجب أن تضيع. شكرا